اهلا بحضراتكم من مستمرين في حدثنا عن الحوار الوطني ومن أحد المحاور اللي بيتنبيها الحوار الوطني على وجه التحديد هو المحور الاقتصادي بجانب المحور الاجتماعي والمحور السياسي ويمكن نهاردة على وجه التحديد نتكلم مع حضراتكم عن التروحات الحكومية في البورصة ويعني ايه اطرح شركة في البورصة ده يعني ايه وإيه الفايدة الاقتصادية اللي ممكن تعود على هذه الشركة وعلى الدولة من هذا الترح والقواعد المنظمة لده هنفهم كل ده مع حضراتكم معظفنا النهاردة اللي منوارنا في الستوديو دكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار مساء الخير على حضرتك سارة خياتي أنا وسهل ببساطة كده علشان نفهم الناس يعني ايه الشركة تطرح في البورصة وهل ده معناه انه لو دي كده شركة حكومية فأنا ببيعها ولأمتلكها والقواعد المنظمة لده هل بيدخل رجل أعمال هل بتدخل يعني جهة ما بتشتري أسهم معينة من الشركة دي الحدود اللي ممكن يشتريها حد واحد عشان ما يبقاش هو بيمتلك الحصة الأكبر في هذه الشركة كل دي تساؤلات الناس عايزة تفهم عن مسألة الترح الحكومي في البورصة ها هو بداية المسألة انه الحكومة بتبيع او بتتخرج ليست سبا قد يكون في بعض الفترات من الأفضل للدولة ككل من أفضل الوضع الاقتصادي ان الحكومة تتخرج ومش هنروح بإيدي احنا عندنا وصيقة ملكية الدولة اللي هي بتحدد قطاعات اقتصادية الدولة سوف تستمر فيها وقطاعات اقتصادية الدولة سوف تتخرج ساكن جزئيا أو كلها وبالتالي لما الدولة بتلجأ لي طرح شركات حكومية سواء كان من الشركات المملوكة لي قطاع العام أو كمان والحياء دي الإضافة الجيدة للغاية ان القوات المصحة ذاتها الحياء ما تمتلكوا من شركات العام عازمة بأدوات وقاليات انها تتخرج من هذا الام لأنه فكرة التخرج ده معناه ان احنا بنتجه او بنسع لتحقيق مزيد من الكفاءة الاقتصادية الكفاءة الاقتصادية بتقول انه في بعض الفترات قد يكون التخرج افضل لانه التخرج معناه انه اموالها تسترد مرة اخرى قد يعاد توظيفها وتستمرها مرة اخرى دي فقد اقتصادية للدولة بالتأكيد وللمالك يعني الحكومة لما تتخرج هتاخد هذه الاموال هتعيد ضخاها مرة اخرى في الشرية الاقتصاد نفس الامر فيه متعلق بالشركات المملوكة للقوات المصالحة الحياة يمكن كانت مفاجأة انه مش بس الشركتين اللي كانوا مطرحين فيه هذه الطرحات صافي ووطنية لكن كمان الحياة زي ما قال لنسع دي اسمانكس ووزوع انه جاري تجهيز ما يزيد عن عشر شركات اخرى بالتأكيد المحفاظة اللي مقاررة طرحها فيه البورصة متعددة ومتنوعة لان احنا عندنا ثلاث بنوك وعندنا شركات فيه عديد من قطاعات النشاط الاقتصادي فمبدئيا مسألة الطرح في سوق المال مسألة هامل الغاية واحنا الحياة يجب ان نعتاد على هذه الثقافة ثقافة اننا بعمل شركة وافضل اتملكها على بضغط خمسين سنة الحياة لم تكن هي السياسة الافضل اخذن في الاعتبار انه يمكن التاريخ هو اللي قال لنا انه عدم الدخول فيه مزيد من القطر التنافسية مزيد من التطور التكنولوجي مزيد من التطور في مجال نظم الادارة والحوكمة الحياة اللي بيغيب عن التطور بيلفظه التاريخ الواقع وبالتالي هو ده الحياة الهدف الاساسي احنا المسألة مش بس انه الحكومة طرحة بالنمج الطرحات بيتصق مع وصيخة ملكية الدولة لكن الاقصر اهمية انه الحياة الحكومة بتبتغي مزيد من الكفاءة الاقتصادية وده الحياة امر كان يجب ان احنا نكون بنسير عليه على مدار عقود طويلة احنا الحياة تأخذنا في هذا الامر على مدار سنوات طويلة لكن ما لا يرد رأكله لا يرد رأكله فالحياة مسألة مهمة جدا انه الدولة بترجع لهذا الامر اخذنا في الاعتبار انه مش بس فكرة ان احنا المالك هيسترد اموالها يعيد توظيفها ومعضة اخرى لكن المسألة الاقصر اهمية ان احنا بنعطي قوة لهذه الشركات اللي بيتم تضحها طيب عشان بس نبقى ماشينا الموضوع ببساطة والناس يعني ما اتوهش مننا لانه موضوع البورصة والطرح ده موضوع معقد بالنسبة للعام لو انا بتكلم على شركة هتطرح في البورصة الشركة دي هتستفيد ايه؟ شكل الادارة هيكون عامل ازاي؟ وإيه اللي العوائد اصلا اللي بتعود على البورصة نفسها تمام بزيادة الشركات المتدولة داخلها هو ده اللي حيات كنت هسترسل فيه انه طرح الشركات في البورصة بيعطيها قوة ليه بيعطيها قوة؟ اللي انه ده الحيات على اكتر من مستوى المستوى الاول هو منصة للتمويل بمعنى انه قد يكون المالك في بعض الفترات ليس لديه القدرات لضخ مزيد من التمويل في الشركة وده هيبقى معنانه بنفتح خطوط انتاج جديدة بنوظف التوظيفات بفرصة عمل بيتم خلقها بنزيد من حجم الانتاج الانتاج ده لما يدخل للأسواق هيلبي احتياجات هيشبع رغبات هيدغط على الأسعار قد يكون هذا الانتاج يتجه فيما بعد للتصدير او انه حتى بيلبي احتياجات في السور المحلي قد يكون احلال محل ما يتم استراده فالحقيقة جملة مزايا وفايد بنجنيها من اللجوء هذه الشركة ليربس العمل التاني انه المالك لما بيبقى جهة واحدة فبتبقى عين واحدة هي اللي بتبص وهي اللي بتتبقى لما يبقى المالك اكتر من شخص اكتر من جهة فمعنى كده انه بفيه ميت عين بتبص وترقب وده اللي هي عمل مطلوب العمل التالي هو نتاجه لمزيد من الجوفننس او الحوكمة أن الشركات حينما تدرك في سوق المال تبقى أقرب لتطبيق مفاهيم الشفافية والمسألة والإفصاح وده بيعطي قوة للشركة الأمر الرابع أن البورصة أو سوق المال ألية للتسعير بمعنى أن الشركات اللي أداءها جيد أسعارها بتتزايد وده معناه أن هذه الشركات تتجه لمزيد من المنافسة وده إحنا الحقيقة محتاجينه في كل مؤسساتنا في كل الشركات أنه يبقى قدر المنافسة قدر القدر على المنافسة يتزايد وبالتالي الشركات لما بتطرح في سوق المال ده معناه أن احنا بنديها مزيد من القوة مزيد من الحصانة عشان تقدر أنها تواجه المنافسة وهذه المنافسة ممكن أنها تكون من شركات في الداخل وممكن أنها تكون شركات من الخارج وبالتالي إحنا مش بس أن احنا بنعطيها قوة لكن كمان بنعطيها مناعة إنها تستطيع أن تواجه أين يحتأت إليها من الخلي فالحقيقة جملة مزايا ومنافع الحياة للإقصاد ككل بيجنيها ويمكن إحنا الحقيقة لدينا انطباعات سيئة عن البورصة لدينا انطباعات بنخاف أو من فكرة إن الحكومة بيبيع أو بتطهارك كمان لأن الحكومة بتتكب جديد بل على العكس دي مسألة هامة للغاية لأنه الاحتفاظ به هذا القدر من الأصول ليس مطلوب أخزم في الاعتبار أنه قد يكون هذه الأصول ليست بتضعج بالشكل الأفضل في الوقت الحالي وده يا دكتور نوطة مهمة جدا أن احنا نقف عندها ونفهم قصة أصول الدولة وإزاي مسألة أنه نطرح شركة مملوكة للدولة في البورصة ممكن يفيد الاقتصاد لأنه ده حصل في دول أخرى وقصص نجاح لشركات كبرى هنفهم مع حضرتك أكتر الموضوع ده لكن هستأذن حضرتك نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل وإستثمار حول مسألة التروحات الحكومية داخل البورصة ويعني ما يناقش في مسألة الاستثمار داخل الحوار الوطني أهلا بحضرتكم من جديد نكملين حدثنا مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار ونتكلم عن التروحات الحكومية داخل البورصة وزي ده ممكن يكون لي عوائد اقتصادية إيجابية دكتور يمكن الحديث كمان كان كتير عن شركات قطاع الأعمال واللي ممكن يحدث تغيير داخل هذه الشركات وأداءها الاقتصادي بالطرح في البورصة الأول لمستثمر أجنبي طيب خلينا نأكد على أنه هذه الدولة تحتاج لأرقام كبيرة للغاية من الإستثمارات ساكن محلية أو عربية أو أجنبية محتاجين أن ندفع معدل النمو الاقتصادي لما يتخطأ ويتجاوز 7% ونقعد عليه فترة زمنية طويلة علشان إحنا الدولة بتواجهها التحدي كبير للغاية والزيادة السكنية وما لم نستطيع أن نحقق معدل النمو الاقتصادي يتخطأ لـ 7% على مدى فترة زمنية طويلة ومعدل يتسم به الاستقرار ويتسم به تنمية في مش بس النمو لكن كمان تنمية يعني يشمل هذا النمو كافة قطاعات النشاط الاقتصادي كافة محافظات مصر كافة فئات المجتمع ما لم يتحقق ده هيظل مستوى المعيشة متدني وعلشان نقدر نحقق معدل النمو الاقتصادي بهذا الرقم نحتاج لأرقام كبيرة من الصمارات احنا الحياة عندنا مشكلة أنه نسبة الدخول للنتج المحلي نتكلم 10-12% وعشان نقدر نحقق مستهدف النمو الاقتصادي ليتجاوز 7% احنا محتاجين هذه النسبة تتجاوز 25% ودي الحياة مسألة صعبة للغاية مسألة يعني تكاد تكون مستحيلة في ظل الزروف الاقتصادي الحالي وبالتالي ما عندناش مديل غير أنه السمارات أجنبية تأتي لنا ففي النهاية نعايز أجيب مستسمد المستسمد لما بييجي للسمار المباشر اللي هو يبتدي يعمل مشروع يبتدي يدور على عهد التقاط يبتدي ياخد ترخيص يبتدي يشوف خطوط إنتاج بتاخد ساعتين ثلاثة والمستسمد عادة اللي بييجي عشان يستسمد في السمار المباشر يعينه دايما بيبقى على السمار المباشر اللي هو سوء المال والبوصة علشان هو لما يحب يتخرج يبقى عنده قلية أو وسيلة يتخرج وبالتالي احنا محتاجين هذا المستسمد وأمر طيب للغاية أنه الحكومة في إطار سعياها اللي جازب السمارات ساكن من الداخل أو من خارج أنها تطرح ما لديها من شركات وأصول وده كم تستدد سوعين مليار متهالية في عشرين تلاتة وعشرين عشرين وعشرين 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 زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي ده حلم صعب تحقيق لأنه احنا عندنا مشكلة مش في مصر عندنا مشكلة على مستوى الاقتصاد العالمي احنا عندنا مشكلة في حرك التضفق الوصي لا موارع على مستوى الدول صحيح ولكن نتعشى من خير أنه في غميل المشهد الاقتصاد العالمي وحالة من عدم اليقين في مسألة أستثمر فين وحط فلوسي في إيه صحيح وبالتالي إحنا عندنا مستدف إن شاء الله نقترب من تحقيقه لكن المسألة الأقصى الهمية من رقم أنه نصل برسالة هامة للمجتمع المحلي والدولي فيما تعلق بمجتمع العمال أنه هذه الدولة جادة فيما تعلنه جادة ولديها قدرات وإمكانيات وقاليات وأدوات علشان تفعل الاستراتيجية العاملة للدولة والدولة الحية بتعلنها وعلى درغم أن يمكن خلال السنوات المعضوضة الموضوعية كان فيه هناك شك كان فيه بعض الشائعات لا ده الدولة مش جادة لا الدولة بتطرح وصيقة ميكية الدولة بتطرح بجامج طروحات بتسعى لي إيجاد مستثمر لكن خلينا نشيل مسألة أهمة للغاية الحية البعض تناولها خلال الأسابيع الموضوعية هي فكة البطء وخلينا نوضح مسألة أهمة أنه مش معنى تأخر التنفيذ الفعلي للطروحات أنه الحكومة متخزلة لا هو فكرة التنفيذات بتاخد وقت ليه لا مش بس من جانب الحكومة هي بتاخد وقت من جانب المستثم بيدلس الموضوع مش بيدلس على أكثر من مستوى المستثم اللي ما بيجي يشتري الشركة بيعمل فحص فني والفحص ده بياخد وقت مش فحص بس على مستوى الشركة على مستوى القطاع وعلى مستوى الوضع الاقتصادي ككل وفيه عدة أمور بيبص عليها تجاهات سعر الفايدة تجاهات سعر الصرف بيتكلم على المشهد الاقتصادي ككل هل أنا كدولة ممكن أقدم حوافز معينة في هذا الاتجاه أو الحوار الوطني بيتحدث عن حوافز أخرى مختلفة تطرح داخل دراسات الحوار الوطني في مسألة أنه يعني نسرع وطيرة الاستثمارات بالتأكيد فيه مبدئيا فيه محفزات موجودة في التشريع اللي موجود ساكن قانون سمار أو قانون منطق الاقتصادية أو قانون الشركات أو خير فيه مجهود بيبذل في إطار مش بس البنية التشريعية اللي قطع فيها شرطا كبير لكن كمان في إطار البنية التنظيمية خلينا نشيل لي المراكز خدمة المستثمرين المجهز التكنولوجية اللي حيث الدولة بتبذل فيها موجود كبير وعازم على أنه هذه المراكز تنتشر في كافة محفزات مصر بنتكلم على الألية الخاصة بالتعامل مع المشكلات اللي بتواجه المستثمرين وهذه الألية هي اللي بتتبع شخصيا السيد ياسمانكس روزة لكن خلينا نشيل إلى أنه البنية التنظيمية على رغم مما يبذل فيها من مجهود بما فيها موضوع رخصة الزهبية اللي هي فتح باب كبير أمام مجتمع العمالة علشان يسجع من الخطى في إطار ضخ فعلي للإستثمارات دي كلها مسألة متكاملة لكن أيضا خلينا نأكد على أنه هيظل الشكوى فيما تعلق بالإستثمارات شكوى دائمة مستمت ويجب العمل على جميع المعويقات في هذا المجال صحيح ومش هيجي يوم اللي مايبقاش فيه مشاكل أو شكاوة مثلا لو عندي معويقات فأنا بقدم حوافز للمستثمر اللي جاي المفروض وأنا شغال على المعويقات هذه الحوافز تفوق هذه المعويقات فيستثمر عندي فيه القمودة طيبة أنه نوعية المشاكل اللي بتواجه المستثمر بتتغير من وقت للتاني ومعنى كده إيه؟ معنى كده أنه الحكومة بتتعامل مع المشكلات اللي كانت موجودة بجدية وكون يبقى فيه مشاكل جديدة بتظهر ده برضه أمر طيب ويبقى إحنا في إطار تنافس لأنه إحنا موجودين في منطقة وفي العالم كله الحياة فيه سباق محموم على المستثمرين على تجال الأعمال بكل تأكيد وبالتالي يبقى أمر منطقي أنه يبقى فيه مشاكل هي الفاكة مش أنه فيه ولا ما فيه مشاكل هي الفاكة أنه إلى أي مدى الدولة بتتعامل مع هذه المشاكل بالسرعة المطلوبة علشان تنهيها وأتصار أنه خلال السنوات المعدودة الماضية مش بس أنه الدولة بتتعامل مع أو الحكومة بتتعامل مع ما يطرح من مشاكل لكن خلينا نشيل لمزايا موجودة داخل الاقتصاد المصري وهذه المزايا أتصار أنها مش موجودة في العديد من الدول المنطقة بنتكلم على سوق متسع بنتكلم يتجاوز 100 مليون بنتكلم على دولة بيربطها اتفاقيات إقليمية ودولية دولة موجودة في منطقة بحكم الاتفاقات الموجودة سواء كان داخل القارة الأفريقية بالعملية ومصر فيه اطار ضم التكتولات الأفريقية بالمناسبة كوبستا وسادك وشار أفريقيا بنتكلم على الاتفاقات الموجودة في المنطقة العربية بنتكلم على مصر هاب أو مركز لجازب استثمارات تخدم على سوق قوامه 1.5 مليار وبالتالي دي دولة مهمة دولة بذلت موجود ضخمة خلال العام السامنية ناضية في إطار عادة بناء القدرات في كافة المشاوات القوية التي تم تنفيذها أصبح لدينا قدرات تلبي احتياجات المستثمرين لعشرات السنوات القادمة وده مش موجود في العديد من دولة العالمة هذه المنية الاقتصادية الاستثمارية القوية للمصر عملتها خلال السنين اللي فاتت اللي احنا منتظرينه أنه يتم استخدامها لاستخدام الأمثل وطرح جديد داخل الحوار الوطني لكل ما يقف أمام المستثمرين لدخول في السوق المصري وده اللي هنتابعوا مع حضراتكم من خلال جلسات الحوار الوطني ونأمل في أنه نسمع أطرحات جديدة تغير سوق الاستثمار وتغير المؤشر الاستثماري لمصر في المنطقة والعالم أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار شكرا جزيلا تحية شكرا كده مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا ويعني نسيبكم مع كريم رمزي واتبعوا معي كل فنيات مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي والأهلي حدد دلوقتي متقدم بهدف أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا دايما نشوفكم على ألف خير اشتركوا في القناة